السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا تمام الحمد الله. الاخبار. تمام الحمد لله. انت اخبرك ايه? الحمد لله يا رب دايما كده. طيب بما انك يوتيوبر كنت عايز استغلك كده واسألك سؤالين. انا عارف ان انت خبرة كبيرة. اه طبعا تفضل اسأل. اسأل. انا في ديك الساعة. هل سألت نفسك قبل كده ما هي افضل مدة للفيديوهات على اليوتيوب? لا مش عارف بصراحة. مش عارف? مش عارف. طيب بلاش سؤال الوحش ده. في سؤال تاني. هل تعتقد ان خوارزمات وبرمجيات اليوتيوب بتمنح الاولوية للفيديوهات الطويلة? الاطول مدة ولا الفيديوهات القصيرة? انه الافضل ما خدناهاش. ما خدناهاش دي في المدرسة. برضو مش عارف? طيب بما ان الاستاذ ايمن مش عارف اجابة السؤالين دولت ان شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم عن آآ مدة الفيديوهات على اليوتيوب وكيفية ارتباطها بانظمة البحث عن الفيديوهات واكتشاف المحتوى على اليوتيوب ايهما افضل الفيديوهات الطويلة ولا الفيديوهات القصيرة ان شاء الله كل ده هنتعرف عليه في الفيديو بتاع النهاردة فاستنى استنى ان ابي اقول الحتة دي. طيب اوه? طيب اوه? لو هستين تعرف كل التفاصيل تابعونا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة علامة استفهام. لا اول مرة تشوفونا يا ريك تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس على الكل. علشان يوصلوكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية. انظمة البحث عن الفيديوهات واستكشاف المحتوى في اليوتيوب بتحاول مساعدة كل مستخدم في ايجاد ما يريد مشاهدته. وده معناه ان هي هتقدم له الفيديوهات اللي بتنال اعجاب المستخدمين الاخرين. طيب حلو قوي. هل الكلام ده معناه ان خوارزمات وانظمة اليوتيوب بتفضل دائما اقتراح الفيديوهات الطويلة لانها بتعجب المشاهدين. ولا انها بتشجعهم على البقاء فترة اطول في الفيديو وفي منصة اليوتيوب. زي مثلا فيديوهات البودكاست فيديو بيبقى ساعتين ساعة ونص. هل ده معناه انظمة وخوارزمات اليوتيوب بتفضل النواعيات دي من الفيديوهات? طبعا الاجابة غلط. لو كان ده صح ما كانش ظهر بعد الفيديوهات اللي هي مدتها دقيقتين وتلاتة اللي بتحقق ملايين بل مليارات المشاهدات. ما تبصوش في الوطن العربي او ما تبصوش في المحتوى العربي. في فيديوهات فعلا بتحقق مليار مشاهدة. طبعا فيديوهات اجنبية. ولكن مش ده موضوعنا. طيب يا عاما ايمن انت الحدد لوقتي ما قلتلناش هل الفيديوهات الطويلة افضل ولا الفيديوهات القصيرة? انت توهتنا اكتر. طيب علشان نعرف اجابة السؤال دوت لازم نعرف ان انظمة اليوتيوب بتستخدم مئات الاشارات لمعرفة كيفية ترتيب الفيديوهات للظهور في المقترحات او ظهور في محركات البحث. متوسط مدة المشاهدة ومتوسط نسبة المشاهدة من اهم الاشارات من اهم الاشارات الوديانس ريتيشن والووتش تايم من اهم الاشارات. علشان كده ما تعملش فيديوهات طويلة لمجرد ان انت بتقدم فيديوهات اطول. لان ده هيأثر بالسلب على اداء فيديوهاتك. برضو احنا معرفناش انت عايز تقول ايه. لو توقف المشاهدين عن مشاهدة الفيديو بتاعك قبل ما يخلص. ده هيدي اشارة الى خوارزمات اليوتيوب ان الفيديو دوت جودته قليلة. فبالتالي هيخرج من الفيديو ومش هيكمله. فبالتالي الفيديو مش هيزهر في محركات البحث ومش هيزهر في المقترحات. احنا برضو لحد دلوقتي ما جاوبتش على سؤالنا. هقول لكم بقى اجابة السؤال دلوقتي. خبارة اليوتيوب قالوا ان الفيديوهات الطويلة افضل اداءا من الفيديوهات القصيرة بشرط الاحتفاظ بالجمهور. بمعنى ان انت لو قدرت تعمل فيديو مدتو عشرين دقيقة مقارنة بفيديو مدتو عشر دقايق. ولكن الفيديو ابو عشرين دقيقة ده المشاهدين استمتاعوا بالفيديو بدليل ان هم ما شافوا الفيديو من اوله لاخره مقارنة بالفيديو اللي هو عشر دقايق. فده هيدي احتمالية اكتر للفيديو الطويل ان هو يظهر في محركات البحث اكتر من الفيديو الزغير. وكمان هيديه فرصة ان هو يظهر في المقترحات. ولكن ده مش معناه ان هو فيديو طويل بس. ولكن علشان قدر يحقق نسبة احتفاظ بالجمهور اعلى من الفيديو الزغير. معنى كده ان انت لازم تفكر في جودة ما تقدمه من محتوى اكتر من انت تفكر في مدة الفيديو. لو الفيديو او الرسالة اللي انت عايز توصلها للمستخدمين في فيديو مقدته تلت دقايق ما تقطرش عن تلت دقايق. لو انت فيه امكانية ان انت توصل اللي انت عايزه في عشر دقايق في ربع ساعة. وفي نفس الوقت تجذب المشاهدين ان هم يشوفوا الفيديو من اول واخره. ده الفيديو بالطبع هيفضلوا عن الفيديوهات القصيرة. بتمنى ان يكون الفكرة وصلت لكم. وبتمنى ان انتو تهتموا بجودة المحتوى اكتر من انتو تهتموا بمدة او طول او قصر الفيديو. بتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم.